تحية للجميع أكثر منطقية كما ترون أنا وأبي وأمي كنا نعيش في منزل صغير للغاية لم نكافحة لتوفير لقمة العيش لكننا لسنا أغنياء أيضا تأكدت والدتي دائما من أن أموري على ما يرام بغض النظري عما يحصل بالنسبة إلى والدي قرر عدم البقاء معنا كان الأمر صعبا على أمي لكنه لم يحبت عزيمتها في الواقع عملت في وظيفتين وعملت لمدة 14 ساعة تقريبا يوميا لتنفق علي كان ذلك حتى جاء اليوم الذي حملت فيها كان ذلك غريبا لأن أمي لم تكن مرتبطة بشخص ما كيف يمكنها أن تنجب طفلا بمفردها وهذا ليس كل شيء كان الجزء الأكثر جنونا من القصة أنها تركت وظيفتيها وفي أقل من شهر انتقلنا إلى مدينة مختلفة وإلى منزل أكبر لم أفهم ما كان يجري وعلى الرغم من أسئلة الكثيرة في ذلك الوقت لم أحصل على إجابة واضحة عما حدث كل ما أعرفه هو أننا تمكننا أخيرا من شراء الأشياء تماما مثل الأشخاص العاديين باستثناء حقيقة أن أمي كانت حاملا طوال الوقت منذ أن أصبحت ناضجة بما يكفي لفهم كيف هي حقيقة العلاقات جلسنا وتحدثنا سألتني إذا كنت أعلم ما هي الأم البديلة قلت لا وأوضحت أن بعض الأشخاص لا يمكنهم إنجاب أطفال بمفردهم بسبب العديد من المخاوف الطبية لأحد الوالدين أو كليهما يمكن أن تكون الأم البديلة أفضل خيار للزوجين لإنجاب طفل ببساطة أمي أعارت جسدها للأزواج الآخرين ليتمكنوا من إنجاب الأطفال كانت بصحة جيدة وكانت قوية وقد تحمل حملا صحيا تماما عند سماعي هذا الخبر كنت في حالة صدمة لبضع دقائق إن مساعدة الآخرين في تكوين أسرة أمر مهم للغاية انفجرت في البكاء اعتذارا عن اعتقادي أنها كانت تكذب طوال هذا الوقت لكنني أعتقد أنني كنت أصغر من أن أفهم الحمل الذي يستمر لمدة أربع سنوات تضح أن الأم البديلة كانت أمرا قانونيا وكانت أمي تقوم بذلك مرتين اشتركت أمي مع وكالة الأمهات البديلات ولهذا السبب كانت حاملا طوال الوقت لأنها تحمل أطفال الآخرين في المقابل كان يحق لها الحصول على مبلغ شهري من المال يكفي لنعيش فيه بشكل مريح أخيرا فهمت من أين جاءت الأموال في البداية كان من الصعب علي تقبل ما فعلته أمي من أجل لقمة العيش ومع ذلك لا يمكن أن تتخيل يا رفاق مدى شعوري بالارتياح في ذلك اليوم في البداية اعتقدت أن حمل أمي كان مزيفا وأنها كانت تخدع الجميع فقط للحصول على أموال مجانية فعل ذلك لمدة أربع سنوات هو جناية خطيرة للغاية ويمكنها الذهاب إلى السجن ولكن الحمد لله كانت أمي شخصا شريفا لكن هذه السعادة لم تدم طويلا لأنها نعم بالفعل كانت مخادعة اسمحوا لي بمتابعة القصة وسوف أخبركم بالتفصيل كيف ألقت الشرطة القبض عليها مرت السنوات ولم تتغير حالة حملها أبدا لاحظت حدوث شيء ما فقط عندما بلغت الخامسة عشرة من العمر لم أعد فتاة صغيرة وبفضل الإنترنت يمكنني القول أنها كانت تكذب والحق يقال لقد أصبحت متشككة للغاية في وضع أمي لقد اعتقدت بقوة أن هناك ما تخبئه وراء حملها هذا كنت على حق لكنني لم أستطع إيجاد إجابة لذلك قررت أن أتحقق من الأمر بالطبع لم يكن الإبلاغ عن أمي إلى الشرطة خيارا بالنسبة لي سرها كان يقتلني ببطء وعلى الرغم من أنني كنت سعيدة بأسلوب حياتنا الجديد المريح إلا أنني شعرت أنه ليس من حقنا في عيد ميلادي الخامسة عشر طلبت من أمي تفسيرا لما يحصل عندما سألتها لماذا لا تتعبي أبدا ولا تمرضي في حال لم تعرفوا يا أصدقاء فإن الحمل ليس بالأمر السهل المرأة تكتسب الكثير من الوزن أثناء الحمل كيف لي أن أعرف ذلك؟ أمي تضع صورة لنا على منضدة لها كان عمري في تلك الصورة بضعة أشهر وكانت تبدو أكثر وزن بما يقارب الثلاثين باوند قرأت على الإنترنت أنه يجب على النساء الحوامل تناول جميع أنواع الفيتامينات أثناء الحمل ناهيك عندما يبدأ البطنة في النمو فإنهم عادة ما يشعرون بالمرض والتعب طوال الوقت لم تكن أمي هكذا طوال السنوات الأربع الماضية لم أرها متعبة لم تأخذ أي دواء أو حددت موعدا مع الطبيب للتأكد من أن الطفل بخير هذا غريب في أحد الأيام جاء والداء الطفل إلى المنزل للتأكد من أن كل شيء على ما يرام لقد تعاملوا مع أمي شهريا وأرادوا التأكد من تطور الحمل وفقا للجدول الزمني لطالما أكدت لهم أن الطفل قوي وبصحة جيدة لكنها فعلت ذلك بالكلمات فقط وليس بالوثائق الفعلية لقد شعرت بالضيق الشديد لأن أمي تعاملهم بهذا البرود تتظاهر بأنها كانت تشعر بالدوار والضعف في كل مرة يقومون فيها بطرح أي أسئلة تتعلق بالطفل أرادوا أيضا مشاهدة بعض صور طفلهم التي أعطاها إياها الطبيب لكنها أقنعتهم بعدم النظر إلى الصور لإبقاء نوع الطفل مفاجأة أكدت لهم أمي أن كل شيء على ما يرام وأنها كانت فقط متعبة وتحتاج إلى الراحة في اللحظة التي غادرا فيها المنزل كانت أمي سعيدة مرة أخرى لم يكن ذلك منطقيا كيف يمكن أن تشعر بالدوار والضعف منذ دقيقة واحدة والآن تصبح سعيدة فجأة على أي حال بعد شهر واحد أمسكت بأمي وهي تشرب الخمر أيمكنكم أن تصدقوا ذلك؟ بناء على ما أعرفه فإن المرأة الحاملة بالشهر التاسع لا يسمح لها بشرب الكحول لأنه قد يضر الطفل بشدة كان ذلك في اليوم الذي كنت فيه متأكدة أن هناك شيئا مريبا حول الحمل أعني لا توجد امرأة حاملة تتجول في المنزل وتشعر بكل هذه الحيوية ولديها مزاج لتنظيف كل شيء حسنا كانت تلك أمي من المحزن أن هذا الشعور بالسعادة الذي لا يمكن تفسيره كان بسبب الأموال التي تحصل عليها كل شهر لكن كل شيء كان على وشك التلاشي إلى الأبد في صباح أحد الأيام استيقظت متوترة وقلقة للغاية ارتدت ملابسها بسرعة وخرجت من الباب دون تفسير بعد 24 ساعة وليس هناك أي أخبار عن أمي كان الوضع يخرج عن السيطرة لم أترك وحدي أبدا في المنزل لفترة طويلة كهذه في اليوم التالي قرع والداء طفل أمي البابة وطلبات تحدثة إلى تيفني فقلت تيفني من هذا؟ قلت لهم أن اسم أمي كان ميري وليست تيفني تعرفت عليهم لأنهم زارون الشهر الماضي دعوتهم للدخول أخبرتهم أن أمي لم تتواجد في المنزل منذ 24 ساعة بدأت المرأة في البكاء حيث وجهت جميع أنواع الاتهامات قالت أن أمي لم تزور طبيب الأطفال ولو مرة واحدة وفوق كل شيء تضح أنها كذبت بشأن هويتها الحقيقية كنت في حالة صدمة شديدة كنت أعرف أن هناك خطب ما لكنني لم أتخيل أنها سوف تتمادى في الأمر قرر والداء الطفل لاتصال بالشرطة التي جاءت إلى المنزل لمحاولة العثور على أمي قالوا لي أن أتصل بها وأعرف مكانها فعلت ذلك لكن هاتفها كان خارج الخدمة كنت قلقة ولكنني كنت غاضبة في نفس الوقت لم أكن أريد أن أصدق أن أمي كانت مخادعة في أعماقي شعرت أن التطور حملها لم يكن على الإطلاق كما ذكر على الإنترنت ودعونا لا ننسى أنها كانت تفعل ذلك لمدة أربع سنوات فجأة تلقى أحد رجال الشرطة مكالمة هاتفية يقال فيها أن سيارة أمي شهدت على بعد خمسين ميلا من البلدة في محطة وقود بعد محاولتها الهروب بالسيارة تمكنت الشرطة أخيرا من إيقافها لقد قبضوا عليها وأحضروها إلى مركز الشرطة ذهبنا جميعا لرؤيتها أنا والزوجين اليائسين الذين خدعتهم أمي كانت أمي تبكي وتتوسل لنا جميعا أن نسامحها تضح أنها لم تكن حامل بكل بساطة كانت أما بديلة مزيفة على مدار السنوات الأربع الماضية كان مخططها الرئيسي هو إبلاغ الزوجين بأنها قد أجهضت لكنها دخلت للتوي في الشهر التاسع من الحمل لقد فات الأوان للقيام بذلك لم أستطع أن أصدق ذلك لمت نفسي على الموقف برمته لماذا لم ألاحظ أنها كانت تكذب طوال هذا الوقت ولكن كيف يمكنني ذلك؟ كنت أصغر من أن أفهم كيف هو الحمل ناهيك عن فكرة الأم البديلة هذه حاولت أمي الاعتذار عن أفعالها في المحكمة من المحزن أن ما فعلته تسبب في الكثير من الألم والأذى للزوجين الذين كانا يريدان طفلا بشدة كانت فرصتهم الأخيرة ليصبحا أما وأبا ودمرت أمي كل أحلامهم في تكوين أسره في ذلك اليوم وجدت أيضا أن أمي خدعت زوجان آخران جاء إلى المحكمة كشهود كانت في حالة يرثى لها في النهاية سجنت لعدة سنوات وأنا ذهبت للعيش مع خالتي لكنني ما زلت لا أستطيع الذهاب لزيارتها لا أستطيع أن أغفر لها تدمير حلم شخص ما بإنجاب طفل لقد تسببت في الكثير من الأضرار العاطفية لهؤلاء الناس ولي أيضا ولا شيء تقوله يمكن أن يعوض عن أكاذيبها هل استمتعتم بسماع قصتي؟ إذا أعجبتكم أحب أن أسمع أفكاركم في قسم التعليقات أدنى لا تنسوا الإعجاب بقصتي والاشتراك في قناتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر